ما أعرفنا اليوم أكيد نحكيه عن البقلاوة الملعب التونسي لناتقي رسم جديد للبقلاوة السيدة نيسا بن فلاح حسينيس نعود راحب بيكي ابن جديد أريد أن نقسم الحوار إلى ثلاثة أجزاء الجزء الأول أكيد نحكيه عن المظلومة اللي صارت للبقلاوة أكيد ما يختلفوش فيها اثنين سواء تحكمية في مقابلة بالكلوب وإلا حتى شبهات تلاعب اللي صارت في البقية المقابلات الجزء الثاني نحكيه أيضاً على الغلاط اللي صارت كماماً باش ما نلقيه اللوم الكل على الغير فما غلاط صاروا من هيئة الملعب التونسي وبعد ذلك نحكيه جزء الثالث على المستقبل وماذا يصير في المستقبل ماذا نبدأه؟ نبدأه، ما هو جديد اليوم؟ بعد الماعة معالي صارت ثلاث أيام تقريباً من نهات الشامبيناء وفات الجولة، وين وصلنا اليوم؟ هل هناك شيء جديد أم لا؟ بالنسبة لشيء جديد فما البيان لأصر الملعب التونسي والتظلم اللي باش نقوم بها الجامعة التونسية لكورت القدم بوصفة هي معناها الهيكل المشرف على المسابقة هذية وبعد فما معناها عنا فريق قانوني كامل القانونين ندرسوا في جميع الاحتمالات وباش نشوفوا معناها الاسويت معناها دي زيفان ما وين باش نوصلوا شنين الخطوات باش نشوف فيها؟ فما خطة وارف حالة خريط التاريق واضح باش نشوف فيها؟ والله هي مزلنا شوية مزلنا معناها فما مشاورات ما بين كي ما قلت لك فما فريق قانوني كامل الخطوة الأولى هي التظلم للجامعة التونسية لكورت القدم اللي ان شاء الله تنصفنا هم هاتوا نحكيوا بعض على البلاغة اللي هبطتوا تحت استاد اليوم نجمو قلوات رسميا بالترتيب تحت هم هاتوا فما كلم على امكانية العودة زيد والله امكانية العودة ماش مربوطة بالملعب التونسي ممكن توا معناها برشا كلم بصراحة قاعد يتقال على دوسي متاع الشابة في حالة معناها كوني التاس حكمت برجوع هلال الشابة للرابطة المحترفة الأولى وبعد ما نيبش ان بعض اللي ما نشوفوا القرار هذي متاع التاس وقت اللي كل حديثا حديث بلغة اللي هبطتوا اللي كنت احكيت عليه الشي هدف منه بضبط؟ والله الهدف منه برغم اللي معناها التوهر الرأي العام الرياضي الكل في باله معناها وشيها في المظلمة معناها اللي تعرض لها الملعب التونسي معناها اللي مزيد الإيضاحات معناها للرأي العام هذي ولي مزيد معناها معناها باش نزيدوا من بينوا خطورة الشي معناها اللي صار ما نقولش أنا حتى في الجولة الاخرة رأوا خاصة في الجولات الأخيرة من البطولة هذي هممم، ا owesتعيتوا الجامعة على فتح تحقيق هكذا بيتبيع جادتكو سأتفرلكم فكما اعتذر هذي نعرفو انت إذا كانت قالت كلمة تحقيق في تونس راهو معانته دفنت القضية وما فمت ما حتى التحقيق ما تصحل في قضية هذه القضية instrument قرأي 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 قبل وشوفنا نتيجة رائعة بغالي صاروا حتى حاجة اخطر تسجيلات هاتفية ومن هنا لحكاية هذيك الكل. ما والله يسليه مغزر شوفت الملعب التونسي له فريق كبير وفاما معناها مسار قانوني احنا نمشيوا فيه معناها ما نجموش نقوله خطر مسار شايف الدوسيات اللي اتحلت اقبله ملتوا ما تسكرت ولا تسكرت ولا الله واعلم القرارات اللي وقاع اتخاذها اشنية اما افاما مسار قانوني يزمك تتبعوا معناها شنون مش نعملوا احنا معناها بتحبنا كيما معناها نهدوا بحرق البلاد مثلا ولا باش نكسروا مجلس النواب اللي هو تابع منطقة باردو اللي هي معناها المعقل متاع الملعب التونسي يعني احنا الملعب التونسي عانا الفالور متاعنا صحيح ممكن الفالورة ديها متاعنا هي اللي ذرتنا في وقت ما الوقات دوك لكن احنا معناها ديما باش نقعدوا نتبعوا المسار القانوني وباش ندافعوا على جمعيتنا بكل ما اوتينا من قوة تشكوا لي فماتلاعب فى المقابلة الجولة لي بالنسبة لي Auckland هينا مش شك بالنسبة لي أنا حقيقة ثابت وين ممكن الاثباتات نقصها شوية في العديد من الملاعب دحكيلي انت على الجولة الاخرة مثلا والله الجولة الاخرة معناها هاك تشوف معناها في اللي ريز يولتاه نعطيك انا رقم الجولة الاخرة ديها اكثر جولة في البطولة تسجل فيها اهديف مثلا احنا في تونس اه في البوتولة متاعنا مستنسيين بالاسكور متاع اربعة اربعة وثلاثة ثلاثة واثنين اثنين احنا مقابلات معروفة اللي بريسك اللي ماركي لو اللي يربح كان اكثر اقصى حاجة كانوا اثنين بواحد واحد واحد ذو ما هم تخمو تمشيوا القضاء القضاء شنو؟ القضاء العدلي معناه في شبوه اذا كان فهمه شبوهات تلاعب الا اي حكاية متهمش فقط الكورة معناه ولله هنها حتى تقول انت تحكيلي انا بوس في رجل قانون معناها هنها حتى كانوا هن فهمه اثبتات معناها النيابة العموميات ناجم تتحرك من تلقاه نفس هرا فهمتني معناها دايبش تمشي للقضاء العدلي معناها النيابة العموميات ناجمي ففي تونس تمشي للها شوفو شوف والله ايش بشو نقول لك في العديد من المواضيع المعنى النيابة العمومية تحركت من تلقى نفسها. التلاعب هيدا علش الملعب التونسي كان يخرج هو الخاص منه. والله ما اشوف. احنا طوى كي نحطوا قدامنا الجمعيات اللي تلعب على تفادي النزول. باش بطبيعة الحال كل جمعية باش نشوفوا شنو ما نقاط القوة متاحة وكذا. مانيش نحكي كراوية لو نحكي اكسترا سبورتيف طوى. فهمتني كي نشوفوا الملعب التونسي وما نيش بش نقول لهني اللي الملعب التونسي هو الحلقة الاضعف ما هوش الاضعف مل 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 م يهدد بش يحرق بش يطايح قانترا. واللي يهدد بش يحرق البلاد. واللي يهدد بش يوقف معناه انتاج مادة حيوية في البلاد. فهمتني. معناه هديدية. الملعب التونسي ما هدد بحد شي. ممكن كان هددنا في وقت ملوقات بحرق مجلس النواب مثلا. حتى كنا كنا نربح وثويب في الشعب التونسي. ممكن رايد نتيجة. وما ما ندأي وشلو حادثة. لا قتلك ممكن. احنا ما عملنا هيش وما عملش بش نعملوه. ما عملنا هيش معناه قبل المنطقة بش نعملوها ت وبعض ما تحنه. يقال انه فيما فرق تعتبر من منظومة رؤسيها مثلا. انقراب لرئيس الجامعة. هيدهم ما يتمسوش فرق هيدهم. باتبعا ما يتمسوش. نمشي معك. انك تكون منظومة وما تطيحش خطرك ما يقال انها منظومة بين القرسين وما تطيحش. هيدا حاجة ما يشبهها بالكل. اما انك تكون منظومة وطيح. فانه هيدا حاجة سيئة جدا. خاصة انه جليل بن عيس رئيس ملعب التونسي. ما يعتبرش من المعارضين مع هال سيئة سودي عجلي كيف كيف يتقال عليه حاطره من ملعبات التابعين المنظومة. كيفاش بتابع المنظومة معناها شنوه. معناها مثلا. طوى بش نقوله على فريق منظومة ولا مش منظومة. معناها يجب يكون قاعد يستفيد من حاجة. هكا ولاي. بش نجمه معناها اني بدأوا سير اللي هو تابع المنظومة. هو المشكلة ذاك اللي انت موافق وما تستفيدش. شوفنا شوفنا الناس الكل ورقة الخضرة في الانتخابات من الناس الكل ايضا من المقربين ايض جاي بن عيسى للرئيس الجامعة. ولاي. والله انا مراش من المقربين بصراح. مراش من المقربين. طنكو ما استفدش الملعب التونسي. معناها كان بش تقولي ها بش تحكي لي معناها. معناها موفمه دونون دونون ولاي. هاي الجمعيات الاخرين لكل استفدت. شبيه الملعب التونسي ما استفدش. تو انتي مثلا حتى. تحكمين انت احكي. خاصة يودي هو الاخر. تحكمين بما ينكر حتى حتى حد استفدتوا في مقابلة النجمة السياح. هذيك المقابلة الوحيد. بش نكون موضوعي مع ماك ولاي. ها. هذيك المقابلة الوحيدة. انا نتحديك تخرج لي مقابلة اخر استفدت فيها الملعب التونسي. مم. نتحديك ونتحدى اي واحد يقول لي الملعب التونسي. انا النجم هاو بلي فيديو قدامي. نجيب لك المظالم التحكمية اللي يتعرض لها الملعب التونسي منذ بداية الموسب. انا انا متأكد. ريتوماس اه تقول لي مقابلة النجم الساحلي. الملعب التونسي ربحت ثلاثة نقاط كم شانها زمها. هكا ولاي. هادا هو. ايه بتفهم. ربحت ثلاث نقاط معناه الملعب التونسي. الملعب التونسي اقل شي اقل شي ملمظالم التحكمية. خسر ثلاثتاش النقطة. معناه فهمها ديفيرينس امتاع عشرة نقاط. الحقيقة ما عنديش لحسيبة ما استحضرت فقط مقابلة لتوال. لا. لا. بتمع خطرة ديك اصارت في اللقاء. لما نان زادة ما ما انت استحضرت مقابلة لتوال. كمما استحضر مقابلة النادي الافريقي في الذهاب زادت. ام. معناها هل يعقل انتي معناها يظلمونه ضد النادي الافريقي الذهاب اياب بالطريقة هذيك With. معناها في اسلام رأو حسابياً حسابياً وكان مقابلة النادي الفريقي في الذهاب خذي نفاع حقل يتزفروا ضدنا ثلاثة ضربات جازاة وهوبش نكون معاك موضوعي فما زوز ضربات جازاة خيالية بخلاف معناها الأمور الأخرى خطر الحيلة رأي مهاش كان ضربات جازاة تعتبر عن قصد؟ بالتباع عن قصد يقي حكم في كيما نصلنا للجوادي بالخبرة متاعه عشرات السنين في التحكيم يزفر بالطريقة هذيك شنولي شنولي؟ فما استهداف الملعب التونسي بشيتيح الملعب التونسي بالذات؟ والله فما استهداف كي تغلط معايا وقدش مول مرة مالتحكيم؟ أقل شي نقولك مالتحكيم؟ علش شكول وراء التحكيم ما كيكا مالجامش نجاوبو كان علش هني قلت لك الحلقة الأنظر ياخي الملعب التونسي كي تضم حتى في باردو وميصير حتى شي احنا مومنش نخافوا واحد نخافوا كان من الأمور الأمنية وشنولي والدنيا وشنولي يتكسروا وشنولي ما يتكسرشوا والعنف وكذا هذي فريق حتى كي نظلموه فهمني الفريق الضيف يروح عادي جدا فماش مشاكل الأمنية البرا مستاد زيد معناها اللعبة مغير الجمهور فهمتني؟ دونك معناها حاجة سهلة بارشا نستسالوه الفريق هذي ونظلموه ونخدموه في رق أخرى ونعاونو في رق أخرى على حسابوه همم عش في تونس ملي تكلموش الجمعيات كان كي يظلموهما مثلا في قرية الشابة تقريبا صامت كام وموافقة حتى من الجمعيات حتى نعرف حتى الجمعيات اللي تطلب باش تلعب معها دي ما تشاميكو الشابة تقول ليه معناها 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 اليوم عش ما تشوفش ذكا اليوم الدول عليك انت باش يجي يكون على غيرك معناها من غدو ليه موهو شنوه كل فريق يقول ليك انا مدام انا ما تظلمتش هاني ساكت وقتاش ما انسان يتكلم وقت اللي يتظلموه ممكن هذيه اللي تحكي عليه انت هذيه نظرة استشرافية القدام وكذا وكل ممكن احنا جمعياتنا في تونس منزلوا ما خلطوش لعناها للمرحلة هذي من التفكير الملعب التونس يمارتين يسقط لضبط الثانية في تاريخه مع نفس الحاكم الصادق السالمي هل هي صدفة؟ والله ايه بصراحة صحيح انا تقول ليه هنيه شاي باش نجاوب معناها ما انتهاكه معناها كصحافي ومتابع للشائناري هذي ما نصورش اللي هي صدفة انا شخصيا رأيي شخصية هذيه انا من اللي تحط الصادق السالمي حكم للمباراة هذيه كنت متأكد اللي الضحية باش كون الملعب التونس عليش اه معروف الحاكم ماذاي مسار والكل باش خلط المرحلة هذيه معروف كيفاش بداه ومنين بداه ومعه شكون وشكون طلعو شكون وصلوا للمرحلة هذيه باش ولا انتر جيمي الحاكم مرقم واحد في تونس ام ما فسار لي اكفر كيفاش بداه وينبداه وشكون طلع طلعو فما ناس طلعو باش اللي باش يعمل ادوار كي من هذيه وقت اللي يبدى حاشتو يتبعث في مهمة المهمة رأيي لنا بتعمدش النادي الافريقي ما كانتش انقاذ النادي الافريقي هكا هو ام كانت انقاذ النادي الافريقي اه كانت فى مهمة اصلا هي انقاذ النادي الافريقي واي سقط الملعب التونسي م ام هذيك العاش قتله كان وقت التضحق وقاع تضحق الملعب التونسي الماتش هذيك الع Setadeng معني فيه الهدف دو زونا هو بتبعته ويمشي Gin Perlal ael على خاطر ام اذا ماش يمنع النادي الافريقي باش يسقط الملعب التونسي ام كنشوف واحن تديرولمور المتاع الماتش من اللي بديه للصفرة النهائية والقرارات التحكمية اللي وقاع الاتخاذ فمش كون حبيل الكليو بيقول لك فما اقصى الفخرة دي الجزيرة مثلا ما تعتاش لو فما اقصى زاد الحمزة العقربي زاد حمزة العقربي زاد تاكل بردريير كان ينجم يخوفي ورقة حم ما اخداش فيه حتى ورقة صفرة طبعا على الاقل الجزيرة اخده صفرة هو اللي يباهد معنا الحكام الصدق السلمي في نقطة في ربط الجزيرة كان قريب معنا يمن لقطة فمش حتى احاجز قدامه هذا اللي يخلي مدعاة للشكوكة أوريجان دي بيس ادى أوريجان دي بيس احاجز قدامه عليش نحس كينكم فما ما زال فما اخوف تحب ما تسميوش الاشياء مسميتها شما زال طول كم يقولوا الفرس وقعت فرس فما حجم تحبوش تسميوها نحسكم بتحفظ تحقيوه ما زال فما اخوف من الجامعة من رئيس الجامعة من ما يسمى بالمنظومة لا 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 شوف فما اخذر لحد شيء اما اخذر انا كرجل قانون من الجامع شراني يعني ان معناه نتهم عبيت بحاجات اللي ما عنديش اثباتات تفهم فيها دونك تونك ما فماش ما زالت معناها شبهات شبهات ولا حتى ساعات ما نقولوا قراين حتى بسيط فما دام هو يلو الاشكال ارأوا ديما في الحكايات هذية في الدوسيات متاع الكورة في تونس خاصة ديما المشكل متاع الاثباتات فهمتني معناها اذا كان ما عنديش اثبات ومستحيل باش تلقى اثبات والله ما تعرش ربي كريم ربي كريم ما تعرش ما تعرش بي يقول قايل على تلاجي رئيب التونسي ربح تقريبا من اول موسم الفراق الكل تقريبا نلعب الفريق الثاني حتى ويفوسي مقابلته وعليش يوصل في الآخر زوج جوليات من هذا مرد السيابي ويمتلاوي بعد غالي نتائج خاليتكم تشوكوا انتم ما زيت بطبيعة طرحات اخي تو تشوف انت تراجي معناها حتى ساعات كي تلعب بالفريق الثاني حتى تنتصر على وتجيب بي يجي كوي مثلا يا تقريبا سنة وعمنا نهزر البوتولة بالفريق الثاني انتي يمكن عندك الاستاتيستيك انا ما نشتبع فيه برش التراجي الحقيقي دونك اه كي تجي انتي مبعد تشوف معناها الفريق تقولي باش يقولوا معناها عنا كوب ده افريق وراتحوا في الملاعبية وكاذا بزيدة ومامتون الفو با فوسي ليو ريزولتان تاع الشمبيوناكا كل لا ما يلوم عليها حدي كتلعب فريق لول ورثين ما يلوم عليها حدي ايه اما اليوم كن اللوم اذا كان فما تسرير ولا استسرير اذا كان هنا فما وقت هاللوم واقع والله طو بس تقولي استسرير طو مثلا مقابل تنادي البنزارتي شوفت انتي مقابل تنادي البنزارتي نعم متعديش المتعديش الجولة كلها الجولة كلها باي هذي مثلا مش حاجة اخرى تثير الري بزيدة مرفق عام معناها يقف في جولة راي الجولة هذيك راي حدت مصير برشا ما برشا في رق راي الجولة قبل الاخيرة ما نقول دي دي مرة وما نشدوش في الحلقة الاخيرة بالضبط الجولة قبل الاخيرة مثلا الملعب التونسي لعب مقابلة مهمة جدا في تتاوين هكو الليه وانهزم فيها الملعب التونسي وتعرض المظلمة تحكمية كبيرة ثلاثة دقائق ضرب الجهازه التطوين ماشي صحيحة تفرجنا احنا في اللايب ستريمين ضرب الجهازه ماشي صحيحة واسترتب عليها ضرب الجهازه السفرة البلال الماجري اللي كانت السفرة هذيه هي الثالثة وحرمتهم المشاركة في مقابلة النادي الفريق يقول قايل لعبتوا انتم مع التناجي تقريبا ثلاثة جولات قبل النهاية عميش ما ربحتوا واشتو ما كما ربحت الفراق الاخر والله الفراق الاخر على التناجي لعب لهم بالفريق الثالث احنا كنجينا الباردو بالفريق الثالثة انا ربحنا متلجبش تلوم تلاجي خاطر يلعب بالفريق الثالثة لا مانيش اللوم انا مانيش اللوم انا نحكي لك على وقاع على حاجات صارت وقاعدين نحلوا تاو مانلوم على حد هم ينجموا يلعبوا حتى بالفريق النخبك هذيك سيشوان متاعهم وما متدخلش فيها المتلاوي تقريبا تاريخين اول مرة معناها تلبح تلاجي في تاريخ هذا ارجو مو اخر ارجو مو اخر ما غير ما زادة ما ندخلوا معناها في في دي دي تاي وفي معناها في كيف كيف الدير الموم تعلماتش كيفاش صار وطريقة اللعب والى اخيره في رأيه كنت شكون الفريق قنس حق النزول بلاصل مناعب التونس لشكون كانت ماشي والله يشوف وحطوا مناعب التونس يشكون احميه ايه اوش نقول لك انا هما لاعد هما برشا كاك برشا هما احميه الكل خطر كل واحد كما قلت لك من الور كل واحد عنده شكون وراه واحد عنده منظمة شغيلة واحد عنده قنترا واحد عنده ولاية واحد عنده كما مادة حيوية في البلاسة اللي هو فيه الى اخيره معناها النجم نقول لك انا راوت نجم نجم راو احتماله وذا راي شخصي زادة مرة اخرى كونه القرار يمكن كان يكون سياسي كان سياسي سياسيا البلاد هكتو فيها الحالة اللي هي فيها توا ينجموا يقول لك انا متنازم تتيرلي شرارة في اي بلاسة اخرى تفهمني كيف مصار في تاريخ تونس في 2011 تصير شرارة من بلاسة وتعمل جمهوريه كامل من شكون سياسي سياسيين يا سياسيين يا سياسي سياسيين يا سياسي سياسيين لا تقول لي انت اخي مسلا سليمان رئيسها مش سياسي اسليمان بعيد على حسابك قلت احكيه في المطلق وراها سياسي يا سياسي انت رئيس مجلس النواب. هاوي نيجوسي بشي يجيب الفريق عقد استشار وقصة من عقد استشار وكذا. يمس هذا من مصداقية البرولة. لا انت يفسر لي العلاقة ما بين رئيس مجلس النواب وفريق. حتى كان هو محباً طاع الفريق اذاك هو اذاك حقه ولا? حقه. اي. 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 اما ما انا ما ما ادخلش بالطريقة هاتي. الفريق اللي كان اقرب واحد اقبالكم مهدد بنزولي هو النادي البنزر. رئيس كان هباً تدوينه عبد السلام السعداني بعد نهاية مقابلة الفريق. اه ضامن فاعم ملعب التونسي. وقال انه بكيه حتى نزول للملعب التونسي. ونزول البقلاوة فسد الفرحة مثلها بضمان البقاء. شنو الاك في كلمك عبد السلام السعداني. والله هو عبد السلام معناه بالا بالتصريح هذيه. معناه على خطر يعرفه التاريخ. معناه مثلا عمني هو الملعب التونسي كان سبب مباشر كونه نادي البنزارتي ما يسقطس للرابط الثاني. وصارت زادة مرتين اقبل هذي. هذيك عليه. معنى يمكن هو يكن عطف خاص على الملعب التونسي. بيانصير ما هوش بشي عب الملعب التونسي اكثر من فارقه. اما هو بات هاتري كان معنى عطف خاص على الملعب التونسي للحاجات اللي كنت نقول لك فيه. نادي البنزارتي مقابلته مع اتحاد بن جردين. هل قادر يربح على اتحاد بن جردين السيابي كرويين؟ والله ينجم يربح. معنى هو لو على مقابلة. كل شي جايز. من المقابلات اللي داخلكم فيه ومشك وقال لي خانكون واضح معنى مقابلة بن جردين والسيابي. والله يتوى مثلا كتشوف المقابلة هذيك فما معنى مثلا ما ضربت جازيه ما تزفرتش في الاتحاد بن جردين. ونعرف واحنا بدي إلحاد بن جردين. معنى سناخ ذاك برشا فينالتيات. معنى حتى أقل من كاكب برشا. وما تزفرتش ضربت الجازيه هذي. هنا النزه معنى النيس. معنى الفي رقة له. النجم النزه. أنا أسألتك على تدوينة عبد السلام السعداني. خاطر برشا منى حباء استاد. ما عايز بتهمش تدوينة يقولك. كما نقوله يقتل الميت ويمشي في جناستو. ليه هو ما عدا يفي ما هو بأنسير الهدف متاعه لولين. يبش يمنع جمعيته معنى. فهمت هذا معنى حق مشروع. هذا ما يقولوش للراجب شو. يمنع جمعيته بطرقة قانونية معنى. يهو طرق قانونية. وش كون قال لك هو. ما قالش أنا عملت حاجة معيش قانونية. هو قال هو طوى معنى حاسب ما قتلي إنتي أنا مريتيش الحقيقة. هو متأسف على سقوط الملعب التونسي. هذا هو. هو هادية. تعتبرها عادية معنى التدوين. عادية هاي عادية. عما لا فهمت تدوينها أخرى شفتها قبل. فيما يخص متش بنجردين. كيفاش وقاعة معنىها تقلبت الروس ناما. ولا ليه تلعب في بنجردين والرطور ولا في بنزرت. نجب تكون الناس بحذر أروح على السيناريو هذي من اللو. هل صحيح بعافتو. ماشو السيناريو طال الملعب التونسي يا روح. هل صحيح بعافتو رسالة احتجاج بخصوص القلبين هذي متاع المقابلة. ليه هذي صارت رو عندها معنى. اي اي نعرف تعرف. طوى ما فهمش ما ما. ليه طوى معنىها من جملة الحاجات. عما هي رايجة نقول لك. رايضية معنى من ناحية القانونية تسمى قانونية لو. تتفاهم وزوز يا معيات. فهمتها تتسمى قانونية. اما ذهالي حتى كيتبدل المقابلة. ما تبشي مش بالعكس معنى يا ذهالي. رزمك تختار ملعب في القريب للملعب متاعك حكاية كيلومترات. هي مراي صار تقبل. صار تقبل ويغضوا عليها الطرف. فيتونس كل شيسي. اي 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 اي. بي. بعض المقابلة شوف نعطي ديق على الشهاب الزغليمي. من بعض الأحباء. وين هي الهائلة هنا. مرم تشوفش مرمش حماية كانت اللي لعبين بعدك يخرجوا من ملعب. والله هي صحيح. صحيح. بو. انا نتفاهم. راني الغضب انت على الأحباء موك تعرف. هذي راو مش راي فما فرق. لي زيموسيون ليجي للعباد. مش كيما تخسر تيتل. كيما راو سقوت. راو فما فرق كبير مبيناته. احنا ضد الاعتداد. معناه انا شخصيا ضد الاعتداد بالعنف على اللاعبين. وعلى المكونات الفريق الكل. والعنف الكل مرفوض مهما كان نوعه. لكن زي دا فيه فيه معناه. آآ لحظة معينة. نقول لكش نتفاهم. اما النجم نلقى تبرير مهوش كبير لمحالة. اما النجم. معناه وكان من الأجدر. كونه من اللاعبين مثلا. ما كانوش يخرجوا في التوقيت هذاك حقه. ومعناه حتى خرجوا ساعة ولا ساعتين قبل الماتش. تفاديا للالتحام مع الاحبين. مم. التغيير متاع الناتق رسمي. انيس الباجي. انيس بن الفلاح. وين تحطو في خانت شنو يدخل؟ ولا يشوفو آآ سيانيس معناه زميلي ساعة ما نساوش قبل كل شي. ومعناه ونحبو نفس الفريق. آآ ما تعرف انسا نخدم قدش من عام باستاد. يلا يتي دي سي هو زاد استقال. فهمني باش تفاديا للفراغ هدايا. آآ وقعت عيني معناه. نقوله وانيس الباجي كان عاقل برشة. حتى في تصريحاته في كلامه. هذي حتى اللي خلف غضب من الحبين منعب التونس عليه. والله هو شوف آآ صحيح. تعو كلمة كنتي صحيح. اما زادة انا ما نجمش نجين لوم آآ انسان. ونقولوش بيك آآ متربي. معناه هو طبيعته هكاكا. في تونس ولا اللوم وانسان. آآ الله غالب. معناه من المضحكات المبكيات اذي. ما نجمش نجين وقلو. الله غالب بوتاتر الكاركتير متاع انيس. ما معناه ما يتماشيش. معا الوضع متاع الكورة في تونس. ومتاعناك أوتو سامبلو مو. سامبلو بادير لهو انسي بالعكس. ما دي انسان متربي ما دي انسان حماني حاجة به هذي. باي بش نساكره الشاب بيتر متاع دي زيكس خاس سبورتيف هذي. هم فهما حاش تحب تزيده اقبار منحلو الشاب بيتر متاع الكورة. والأخطاء اللي قام بيوم اللي دارة زد الموسم هذا. والله شو نقول لك شوف. بالنسبة معناه الجو العام اللي صارت فيها. فما ديما نحب نرجع عن نقطة راهو العدم بث المقابلات. ومتاع الجولة قبل الاخير. راهو احنا ديما تونس اونا توندونس بش نشدوا ديما في الحاجة الاخر. راهو بالنسبة لينا هذيك معناها مش موثير للرأة. هذيك معناها أرجو مو. او كن فهما كنفين مو وقتها. كنفين مو جولة تتأجل. واللي نوفى لكنفين مو ونلعبو. مفهما حتى مشكل أجل لنا جوالات قبل صحيح ولاي. اقتراح معناها مش معقولة دي. كيف كيف معانتها من الحاجات اللي ممكن نقولو. وراهم نقطة استفهيم زادة كيف كيف العدم بث المقابلات زادة. باتباعه. هوني يلا كنتي في جولة معناها قبل. عارش ما تكلمتوش وقتها عارش ما تكلمت. تكلمنا وونا حبين. لا ماهابتنين مش ما اغزر اسلام مش كل شيء بجيت. تكلمتوش معناها تكلمتو. كلمنا عبر القنوات الرسمية كونو ما 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 نحبوش نلعبو. خطرول ماتش كانت تليفيزية وديبار. فهمتن نحبو نلعب وقتلي معناها وسمحني انتي. يخي كنا رجعلك انا نقول لك اراه فاما قرار سياسي. يخي الاذاعة والتلفزة دي. شكون تابعة هي. هي اذاعة خاصة. حكومية. حكومية هكو. معناها القرار بالالتزام بالحجر الصحي وكذا. والحجر الصحي لنا عنا فوق العام طوحنا في الحكاية هذي. في الكورونا وكذا. هكو اللي. هي القرار هذي. مين جاي القرار؟ بيكون قرار سياسي. قرار سياسي باش نلتزموا بالحجر الصحي. فكل نهارين هذوكم اللي بيستير فيهم الجولة قبل الاخير. هذي زادة نحط لك انا خمسين نقطة استفهام قدام هالحكاية. واضح. نزلنا مواصلين حيوارنا مع الناتق راسمين الملعب التونسي لستير انيسة بن فلاح. على اخبار مع فدوة تركي وبعض رجعين.